الجائزة في هذه البطولة كأس البطولة ومبلغ مليونين ريال مقدمة من محافظ محافظة المهرة السلطة المحلية وقناة المهرية البضائية توجى نادي ضبوط الرياضي ببطولة أندية المهرة وكأس عيد الجلاء الوطني الثلاثين من نوفمبر بعد تغلبه على نادي الساحل بهدف دون مقابل في نهائي مثير وحماسي على ملعب مخبال بمدينة الغيظة أداء احترافي أظهره لعب قطبي الكرة المهرية في المباراة النهائية ما يبشر بمرحلة جديدة من التطور الكروي للأندية الرياضية في المحافظة التي تشهد حراكا رياضيا كبيرا فألف مبروك لكل من شارك معنا من أندية من أعلاميين من جماهير من عمار من لجنة من حكام من كل من شارك معنا كمان نشكر السلطة وقناة المهرية وكافة القنوات كمان شكر خاص لقناة المهرية على الدعم المالي الذي قدمتها للبطل والوصيف وكذا للحكام ألف ألف مبروك لهذه البطولة نتمنى أن تعاد هذه البطولات علينا بكل خير وعافية ولمن في خير وكيل المحافظة لشؤون شباب بدريك الشات وعدد من المسؤولين كرموا فريق ضبوط الفائز بالبطولة وكذا فريق الساحل الفائز بالوصافة كما كرموا قناة المهرية على تغطيتها المتميزة للبطولة وبدورها قدمت القناة مليون ريال للفائز بالبطولة وخمسمائة ألف ريال للوصيف الجماهير والشعب المهري هذا الاحتفال وهذا الكنفال بمناسبة عيد الجلاء ونقول لكل من ساهم بهذه البطولة مبروكين مبروكين وألف مبروك هذا اللي معي نحن اتحاد كرات القدم ما يهمنا شيء تاني لا يهمنا الجوائز ولا يهمنا ينجح هذه البطولة والحمد لله نجحناها مئة بالمئة حضور جماهيري كبير شهدته المباراة النهائية عكست شعبية هذه اللعبة في المحافظة وأسهم الجمهور الكبير الذي رافق المنافسات الكروية منذ انطلاقها في إحطاء زخام حماسي مثير ونكهة مهرية خاصة لهذه البطولة كنت عبر كنت يا ربا ترجمة نانسي قنقر جميل ترجمة نانسي قنقر